شكرا شكرا يا الشيخ سعد ابو عودة والله ما قلت لا الحق وهذا عين الصواب وان شاء الله ان ربع انهم ما يقصرون ان شاء الله انهم يقومون بالواجب وخصوصا في هذه الايام المباركة في هذه العشر المباركات اجروا غنيمة كل ما يقدمونه يقومون بواجبهم ويكون في موزين حسناتهم وهذا حق من حقوق ابنهم عليهم كما اورد الشيخ المطلق والله سبحانه وتعالى يقول واتي ذا القربة حقه فهذا حق من حقوق ابن عمهم عليهم وان شاء الله انهم ما يقصرون وان شاء الله ان محمد ما تلجو الا لله سبحانه وتعالى ثم ربعها وربعها المخوة وهالمال الحمد لله ما هم قصرين عن المال موجود والشيء اللي يدفع بالمال هذا هو الشيء اللي مبارك المال الذي يدفع عنك البلاء الله يوفقكم جميعا وشكرا شكرا يا ابو عودة ووفيت وكفيت ولا في كلام بعد كلامك هذا الا انهم يقولون يرفعون نطل عمرك للخير ويتوكلون على الله ويدفعون وان شاء الله تشوف اللي يبهج صدرك ويبيض ويجيهم باذن الله تعالى اخوك سعود الحمد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا شكرا